اخبار الرياضة اهلا بكم حافظ منتخبنا الوطني للشباب على حضوظه في التأهل الى الدور الثاني لكأس العالم للشباب بفوزه المهم على نظيره الاكوادوري بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة للبطولة المقامة في كوريا الجنوبية وسجل للاخضر مهجمه عبد الرحمن اليامي فيما نجح الحارس امين البخاري من التصدي لركلة جزاء خلال مجريات الشوط الاول بينما جاء هدف الاكوادوري عن طريق كاسيدو وبهذه النتيجة حصد منتخبنا للشباب اول ثلاثة نقاط له محتلن المركز الثالث وسيواجه يوم الاحد المقبل المتصدر منتخب امريكا اظهر مهجم النادي الاهلي مهند عسيري مؤشرات ايجابية في طريق العودة الى المشاركة ضمن صفوف الفريق خلال مواجهة الرد امام الاهلي الاماراتي يوم الاثنين المقبل في اياب الدور الستة عشر الاسيوي وشهدت اصابة عسيري تحسنا ملحوظا خلال الايام الماضية ما يمنحه فرصة اكبر للمشاركة باللقاء يذكر ان فريق الاهلي يعانى عن من غياب لعب خط المقدمة خلال مبارياته الاسيوية الاخيرة بالاضافة لنهائي كأس خادم الحرامين الشريفين وبات يلعب المواجهات دون مهاجم صريح يكثف مسؤول نادي الاتحاد جهودهم لاستعادة خدمات لعب الزمالك المصري محمود عبد المنعم كهربا الذي انتهت اعارته مع النادي بنهاية الموسم وتوصلت الادارة الاتحادية لاتفاق مع اللعب للعودة مجددا لصفوف الفريق لكنها تنتظر رد ادارة الزمالك التي اشترتت الحصول على خمسة ملايين دولار مقابل تجديد اعارته لمدة موسم واحد فقط ويأمل الاتحاديون للوصول لاتفاق يرضي الطرفين من اجل عودة اللعب مرة اخرى بعد الاداء المميز الذي ظهر به في مسيرته مع الاتحاد انتهت ادارة نادي التعاون اجراءات التوقيع مع فيصل الخراء لعب نادي الاتحاد لمدة موسم واحد بنظام الاعارة وتم التوقيع مع اللعب في مدينة جدة بحضور عبدالعزيز الروضان امين عام نادي التعاون وعمر مسعود نائب رئيس نادي الاتحاد يشار الى ان فكرة التعاقد مع اللعب جاء بعد توصية من جوميز المدير الفني للفريق الاول بنادي التعاون نجح فريق منشستر يونيتد الانجليزي في الفوز بلقب الدور الاوروبي للمرة الاولى في تاريخه عاقب فوزه على ايكس الهولندي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية للمسابقة احرز بوكبا وهيريك هدفي الشياطين الحمر لينجح منشستر يونيتد في حجز مقعده بمرحلة المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا في الموسم المقبل بعد تتويج فريقه باليوروباليك بحسب ما تنص عليه لوائح الاتحاد الاوروبي لكرة القدم